الثقة في الله لن تذهب سدا حلت ظروف رهيبة وساحقة بداود لكن نهوتا كنا نتعبير عن ثقته بالله نقطة حلت ظروف رهيبة وساحقة بداود لكن نهوتا كنا نتعبير عن ثقته بالله كان داود واثقا جدا نأن إلهه كان قويا به ألف يكفي ليخلصه نكل حنته ق الرجل بتأليف ز ورى وقال حقا روحي بانتظار الله نهو يأتي خلاصي هو صخرتي وخلاصي فقط هو دفاعي لن أتأثر كثيرا روحي انتظرسا تنل الله وحده لأن توقعاتي نهو هو صخرتي وخلاصي فقط هو دفاعي أنا لا يجوز نقلها بالله خلاصي له جد سخرا قوتين لجئي في الله ز وراء 62 من 1 إلى 7 نقطة درس يجب علجه يعقل سيحيين أن يتعلى وكيف يثقون في الله في لحظاته الصعب لا ينبغي لأي تحدي أن ي نعنى نلوثوق بالله لأنه لا شيء بعيد قال نال إنه قوي وقادر على حل أين شكلة بغض النظر عن حج ه في هذه الأثناء إذن لا نثق بالله ف نغيرنا يجب أن نثق لا يأن كننا أن نتوقع أي عجز ناز يلي إنسان لأن نجا يعي البشر عرض للخطأ و حدودة القدرات يجب على أل أ نين أن يثق بالله ويطلب نهال ساعدة لأنه قاهر ولا يهز هو ألف كانت التجربة رهيبة فإنها ستخضع لقوة الله لذلك كل نيريد الضحك على حسابه قال شكلة يجب أن تثق بالله نقطة دعا عزيزي الله أرجو أن تثبت إيه آني بك فيجو يعي الأوقات دعني أ نون إيه أنا راسخا ودعوني أثق بك في أي تحدي قد يأتي في طريقي أعطني النصر دعني أضحك وأخجل الشيطان باس يسوع قال سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين ين اشتركوا في القناة